هنا بنتكلم على أوسيريو وطريقة لعب سابتة معروفة هل الطريقة دي ممكن يغيرها عشان كسر الثوابت في مباراة هامة وهي مباراة القمة اللي متأجلة في الإسبوع الواحد وثلاثين من عمر الدول؟ أنا أشوف لا ومش هيغير طريقة اللعب هو يلعب بثلاثة في خط الظهر واربعة في نص بلعب وثلاثة قدام وهيقول أنا عايز أكسب الأهلي كده لكن الأهلي هو اللي هيغيره لطريقة اللعب لأنه على الأغلب هيلعب بصنق ألعاب بكرة لأنه لو لعب بصنق ألعاب بكرة مارسيل كولر مع نجل أهلي أو لعب بأفشة بالأحرى إذا مالك ممكن يعاني معاناة كبيرة جدا في ظل أن وجود ثلاثة فقط في خط الدفاع ونص الملعب ممكن ما يسدش فيه الرجوع دي وجهة نظر الشخصية فممكن يلعب بأليو ديانج مروان عطية قولنا عمرو السولية على الأغلب أن هو غاي بدأ للإصابة ويلعب بمحمد مجدي أفشة يرجع لطريقة مش أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة واحد ويلعب مركز عشر أو صنق ألعاب أهو محمد مجدي أفشة بالأحرى لو ظهر ولقى مكانه ولقى أمسحته ما بين نص الملعب الفجو اللي يكون موجود أو خط الدفاع حدث ولا حرج من صناعة لعب لبيرسيتاو لكهرباء طبعا في العمق هيكون موجود كشهد سرايكر أو مهاجم صريح موجود على الورق وحسين الشحات وتحركاته الإجابية الكبيرة زي ما اتكلمنا عن سفة دين الكزيرة وتقلقه اللي ممكن يتعب الاتنين الاستوبرين بتوع النادي الأهل ياسر براهيم ومحمد عبد المنعم لا الزمالك قضي وعاني بشكل كبير جدا نفعان بسبب طريقة اللعب ووجود تلاتة فقط ومش كل اللعبين اللي موجودين في نص الملعب اللي ممكن يلعبوا بما فيهم اللي بيعودوا والعق الأغلب هيكونوا موجودين زي عمر السيسي ومحمد أشر فروقة ممكن يسدوا قوي في تغطية مهارات ديانج مع مروان عطية العامل حالة حلوة وحاجة حلوة مع نادي الأهلي منذ قدومه في يناير الماضي ما قبل نهاية كاس العالم الأندية وفي نفس الوقت محمد مجدي أفشا وصنعته اللعب وتقلقه رغم أنه بينزل بديل لكن بيبقى عايش في المبرايات ومتأقلم على هذا الوضع فماشي بحالة من التقلق العالية فانا شايف أنه الأهلي بالراحة النفسية اللي عنده بتتويجه باللقب عنده أدبانج أو ميزة أكبر من نادي الزمالك في هاتين مبرى لكن كل شيء ورد لأنه قمة دائما خارج التواقعات لأنه لو الزمالك جاب جول مبكر أو زيزه في حالته وفعلا تعب اللعبين مع تحركاته باللمر كزالي زي ما قلنا بيعملها سيفتين جزيري وضربوا دفاع النادي الأهلي في مرة ممكن يفكوا شوية تركيز بدعا دفاع النادي الأهلي ونصف ملعبه ومن ثم ممكن يساعد في أنه يركب الجيم من بدايته